السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية في هذا الفيديو سنتحدث عن أداة باور بيفيت في برنامج الإكسل وهي إضافة قوية في البرنامج تمكنك من إنشاء نماذج بيانات متقدمة وإجراء تحليلات معقدة من خلال استيراد وجمع البيانات من مصادر متعددة وبناء علاقات بينها نبدأ على بركة الله في البداية نذهب إلى علامة تبويب باور بيفيت وفي حال عدم وجود هذا التبويب في برنامجك اذهب إلى أي مكان فارغ في الشريط العلوي ثم اضغط بالزر الأيام للماوس واختر Customize the Robin تظهر لنا نافذة Excel Options اذهب إلى خيار Add-ins ومن نافذة Add-ins اذهب إلى Microsoft Power Pivot for Excel تلاحظ أن النوع هو ComAdd-in ننزل إلى الأسفل عند Manage ثم نختار نفس النوع ComAdd-ins نفس هذا النوع ثم نضغط على Go تظهر لنا هذه النافذة نافذة ComAdd-ins تأكد من وجود علامة الصح في مربع اختيار Microsoft Power Pivot for Excel ثم نضغط على OK بذلك يتم إضافة تبويب Power Pivot طريقة أخرى نذهب إلى علامة تبويب Data ومن مجموعة Data Tools نذهب إلى أداة Go to the Power Pivot Window تظهر لنا هذه النافذة نختار Enable بذلك يتم تلقائيا فتح نافذة Power Pivot for Excel ويتم إضافة تبويب Power Pivot لنذهب إلى علامة تبويب Power Pivot تلاحظ ظهور هذه الأدوات ومن مجموعة Data Model نختار Manage تظهر لنا نافذة Power Pivot for Excel لن نريد إدراج البيانات إلى ال Data Model أو إلى نافذة Power Pivot عندنا مجموعة من البيانات موجودة في ثلاثة ملفات الملف الأول هو ملف المبيعات والذي يحتوي على جدول لعمليات بيع منتجات العمود الأول يحتوي على رقم الزبون ثم رقم الفاتورة ثم المنتج الذي تم بيعه ثم عدد المنتجات التي تم بيعها ثم تاريخ الطلب ثم تاريخ التسليم الجدول الثاني وهو جدول المنتجات والذي يحتوي على اسم المنتج الذي تم بيعه ثم مواصفاته ثم تكلفته ثم سعر البيع والملف الثالث يحتوي على جدول بيانات الزبائن يحتوي العمود الأول على رقم الزبون ثم اسم الزبون ثم عنوانه وإيميله ورقم موبايله والملاحظات الخاصة بكل زبون الآن لاستيراد هذه الملفات داخل نافذة PowerPivot أو داخل ال Data Model نذهب إلى علامة تبويب Home ثم نذهب إلى مجموعة Get External Data من هذه المجموعة تستطيع أن تستورد البيانات إلى نافذة PowerPivot الخيار الأول هو خيار From Database أو من قواعد بيانات سواء SQL Server أو Access الخيار الثاني From Data Service الخيار الثالث From Other Sources والذي من خلاله تستطيع أن تستورد البيانات من SQL Server من SQL Azure أو من Access أو Oracle وغيره ننزل إلى الأسفل حتى نصل إلى Excel File نقوم باختياره ثم نضغط على Next يتم تحويلنا إلى هذه النافذة نذهب إلى Browse ثم نختار ملف المبيعات ثم نضغط على Open ثم نضغط على أمتصح في مربع اختيار Use First Row as Column Header ثم نضغط على Next يظهر في هذا المكان أوراق العمل الموجودة في ملف Excel في حالتنا هذه توجد أوراقة عمل واحدة باسم المبيعات نقوم باختيارها وقبل الضغط على Finish يمكننا أن نضغط على زر Preview and Filter بحيث يمكننا من هذا المكان معاينة البيانات وتصفية وإزالة العمد التي لا نريدها وكذلك تصفية البيانات التي لا نريدها ثم نضغط على Finish يتم إخبارنا بأن عملية الاستيراد تمت بنجاح نضغط على Close بذلك تم استيراد الجدول إلى Data Model أو إلى نافذة Power Pivot ما تلاحظون لأن مرة أخرى نريد أن نستورد الجدول التالي نذهب إلى علامة تبويب Home ولمجموعة Get External Data نذهب إلى From Other Sources ثم Excel File ثم نضغط على Next ثم Browse ثم نختار جدول الزبائن ثم Open ثم نضغط على المتصف وربع اختيار Use First Row as Column Headers ثم نضغط على Next ثم إذا أردنا أن نستارد البيانات ونفلترها ثم نضغط على Finish ثم Close بذلك تم استيراد الجدول الثاني إلى نافذة Power Pivot كما تلاحظون الآن طريقة أخرى في الاستيراد الجدول الأخير جدول المنتجات هذا الجدول لو أردنا أن نستورده إلى نافذة Power Pivot نقوم بإغلاق نافذة Power Pivot طبعاً تبقى البيانات محفوظة داخل Power Pivot الآن لو نسخنا هذه البيانات ووضعناها داخل ملف الإكسل بهذا الشكل الآن لو أردنا استيرادها إلى Power Pivot أو Data Model نفعل أي خلية داخل الجدول ثم نذهب إلى Power Pivot من مجموعة Tables نذهب إلى Add to Data Model تظهر لنا نافذة Create Table تأكد موجود علامة الصحفي مربع اختيار My Table Has Headers ثم نضغط على OK بذلك تم استيراد الجدول الثالث بهذه الطريقة الآن تلاحظ أن اسم الجدول هو Table 1 يمكننا أن نغير تسميته من خلال النقر بالزر العسر الماوس مرتين وكتابة العسم مثلاً المنتجات بهذا الشكل بذلك تم استيراد الملفات إلى نافذة Power Pivot أو Data Model الآن تلاحظ وجود عمود مشترك ما بين جدول المبيعات وجدول الزبائن وهو عمود رقم الزبون هذا العمود موجود في جدول المبيعات وجدول الزبائن بحيث ذهبنا إلى جدول المبيعات ستلاحظ أن الزبون الذي يحمل الرقم 6005 قام بشراء عدد عشرة من منتج مكتب صغير إلا لو أردنا أن نعرف اسم هذا الزبون نذهب إلى جدول الزبائن ونبحث عن رقم 6005 فنجد أن اسمه كريم السيد وكذلك نجد المعلومات التي تخصه الزبون 6002 اشترى عدد أربعة من منتج طاولة لو ذهبنا إلى جدول الزبائن نعرف أن اسم الزبون هو كمال محمود وموجود بجواره المعلومات التي تخصه بذلك عمود رقم الزبون هو مشترك ما بين جدول المبيعات وجدول الزبائن وكذلك يوجد عمود مشترك ما بين جدول المبيعات وجدول المنتجات وهو عمود اسم المنتج موجود في جدول المنتجات وجدول المبيعات فمثلا في هذه العملية تم شراء منتج مكتب صغير لو أردنا أن نعرف سعره وتكلفته نذهب إلى جدول المنتجات لنعرف سعر البيع وتكلفة المنتج وبالتالي يوجد عمود مشترك ما بين جدول المنتجات وجدول المبيعات وهو عمود المنتج مما ينقلنا إلى الخطوة التالية وهي خطوة إنشاء العلاقات ما بين الجداول وذلك من خلال الذهاب إلى علامة تبويب هوم ومن جموعة View نذهب إلى Diagram View فتم تحويلنا إلى هذه النافذة تلاحظ وجود الثلاث الجداول بهذا الشكل حيث يظهر معنا عنوان كل عمود موجود في الجدول جدول المبيعات موجود أسماء الأعمدة الموجودة فيه وكذلك الزبائن وكذلك المنتجات نضع جدول المبيعات في المنتصف بهذا الشكل لان لإنشاء علاقة ما بين جدول المبيعات وجدول الزبائن نذهب إلى اسم العمود المشترك بين الجدولين وهو رقم الزبون نذهب إلى جدول الزبائن ونسحب رقم الزبون ونضعه على رقم الزبون الموجود في جدول المبيعات وبذلك تم إنشاء علاقة ما بين جدول الزبائن وجدول المبيعات وذل تلاحظ أن الرابط بين الجدولين يبدأ بواحد وينتهي بنجمة وهو ما يوضح طبيعة العلاقة علاقة رأس بأطراف أو واحد إلى متعدد وهو ما يشير إلى أن رقم الزبون أو الزبون موجود في جدول الزبائن مرة واحدة وموجود له عدة حركات في جدول المبيعات الآن لو وضعنا مؤشر الماوس فوق رابط العلاقة تلاحظ أنه يتم تحديد أسماء العمدة التي تم عمل العلاقة بناء عليها نفس الشيء لو أردنا أن نعمل علاقة ما بين جدول المبيعات وجدول المنتجات نذهب إلى العمود المشترك بين الجدولين وهو عمود المنتج نسحب عمود المنتج الموجود في جدول المبيعات ونضع على عمود اسم المنتج الموجود في جدول المنتجات بذلك يتم عمل علاقة واحد إلى متعدد أو one to many ما تلاحظون لأنه وضعنا مؤشر الماوس على رابط العلاقة ستلاحظ أنه يتم تحديد أسماء العمدة التي تم عمل العلاقة بناء عليها في جدول المنتجات اسم المنتج وفي جدول المبيعات المنتج لأنه ضغطنا بالزر الأيمن الماوس على العلاقة فظهر لنا نافذة من خلالها تستطيع أن تقوم بتعديل العلاقة أو حذف العلاقة لأن بعد الانتهاء من إنشاء العلاقة نرجع إلى data view نتم إرجعنا إلى عرض الجدول بهذا الشكل الآن لو ذهبنا إلى جدول المبيعات وأردنا أن نعرف الإرادات الخاصة بكل عملية بيع مثلا في هذه العملية تم بيع عشر مكاتب صغيرة الآن لو أردنا أن نعرف ما هي قيمة الإرادات الناتجة عن هذه العملية تلاحظ عدم وجود عمود الإرادات فأنا اضطر أن نذهب إلى جدول المنتجات لنعرف سعر البيع الخاص بالمكتب الصغير ثم نضربه بالعدد الآن وبما أننا قمنا بعمل علاقة وربط ما بين هذين الجدولين يمكننا بشكل تلقائي إدراج سعر البيع داخل جدول المبيعات وذلك من خلال الذهاب إلى عمود Add Column ثم ننقل عليه بالزر الإسر للموس مرتين ونقوم بتسمية اسم العمود الجديد مثلا الإرادات ثم نضغط على Enter الآن سنقوم بعمل معادلة نذهب إلى شريط الصيغة في هذا المكان نكتب يساوي ثم نكتب المعادلة Related هذه المعادلة حيث تقوم هذه المعادلة بإرجاء القيم الموجودة في الجداول التي تم عمل علاقة معها ننقر عليها بالزر الإسر للموس مرتين فيتم إدراجها بهذا الشكل لأن عند إدراج هذه المعادلة تلاحظ تلقائيا ظهور أسماء الأعمدة الموجودة في الجداول الأخرى التي تم عمل علاقة معها في حالتنا هذه نريد أن نختار السعر من جدول المنتجات ننقر عليه بالزر الإسر للموس مرتين فيتم إدراجه الآن لو أغلقنا القوس وضغطنا على Enter ستلاحظ أنه تلقائيا تم إحضار سعر الوحدة الخاص بكل منتج مثلا مكتب صغير سعره 480 لو ذهبنا إلى جدول المنتجات مكتب صغير سعره 480 نفس الشيء طاولة 456 طاولة 456 ولكن نحن نريد إجمال الإيرادات للعملية لذلك نرجع إلى المعادلة ونضرب سعر الوحدة في العدد نذهب إلى عمود العدد ونقوم بالنقر عليه بهذا الشكل ثم نضغط على Enter تلاحظ أنه تم ضرب سعر البيع للوحدة في العدد شكل تلقائي نقوم بعمل عمود للإيرادات لأنه وردنا إضافة عمود آخر باحتساب التكلفة ننقر بالزر الأيسر للموس مرتين على آد كولوم ونقوم بتسمية التكلفة ونضغط على Enter ثم نستبعي الدالة Related يساوي ثم Related هذه الدالة ننقر عليها بالزر الأيسر للموس مرتين فيتم إدراجها ثم نختار التكلفة من جدول المنتجات ننقر عليها بالزر الأيسر للموس مرتين ثم نغلق القوس ثم نضغط على ضرب ثم نختار عمود العدد ثم نضغط على Enter فيتم إدراج التكلفة الخاصة بكل عملية بيع بهذا الشكل لو أردنا احتساب إجمال الربح الخاص بكل عملية بيع نضيف عمود جديد باسم الربح ونضغط على Enter لأنه الوصول إلى قيمة الربح لكل عملية بيع سنقوم بإنقاس عمود الإيرادات من عمود التكلفة من خلال عمل المعادلة يساوي نختار عمود الإيرادات وننقصه من عمود التكلفة بهذا الشكل ثم نضغط على Enter لذلك تم إدراج العمود الخاص بالربح لكل عملية بيع الآن الاستفادة من هذه البيانات في عمل قرير إحصائية وتحليل البيانات نقوم بإغلاق نافذة الDataModel أو نافذة PowerBivet ثم نذهب إلى علامة TabWebInsert من مجموعة Tablets نذهب إلى BivetTable تلاحظ ظهور هذا الخيار FromDataModel من نموذج البيانات الذي قمنا بعمله قبل قليل مع نموذج البيانات هو الجداول التي قمنا باستيرادها وعمل علاقات معها نختار خيار FromDataModel تظهر لنا نافذة BivetTable FromDataModel نختار ورقة جديدة ثم نضغط على OK تلاحظ أنه تم إظهار الجدول المحوري في هذا المكان وتلاحظ وجود الثلاث جداول التي قمنا باستيرادها بهذا الشكل نذهب إلى جدول الزبائن ونقوم بتوسيعه ثم نختار اسم الزبون تلاحظ أنه تم إدراج اسماء الزبائن الموجودين في جدول الزبائن الآن وذهبنا إلى جدول المبيعات وخمنا بتوسيعه واخترنا العدد ووضعناه في مربع الفاليو تلاحظ أنه تم إدراج عدد الكميات المباعة لكل زبون كما تلاحظون لأنه وردنا أن نعرف كيمة الربح من كل زبون نذهب إلى الربح ونسحب ونضعه في مربع الفاليو بهذا الشكل بذلك تم إظهار عدد الكميات المباعة لكل زبون والربح المتحصل من كل زبون كما تلاحظون طبعاً يمكننا أن نغير العنوان مثلاً إلى عدد المبيعات ثم إجمال الربح لأنه حددنا عمود إجمال الربح فقمنا بتنسيقه بهذا الشكل أيضاً الباور بيفيت يوفر لنا أداة مؤشر الأداء أو الكيبي آيز لأنه لو رجعنا إلى تبويب باور بيفيت في مجموعة كالكوليشن تلاحظ وجود أداة الكيبي آيز أو مؤشرات الأداء الكي برفورمانس اندوكيتورز والذي يستخدم لتحديد أهداف الشركة ومتابعة تقدمها بمرور الوقت لأنه ذهبنا إلى كيبي آيز واخترنا نيو كيبي آيز تظهر لنا نافذة تفير أنه لا يوجد عندنا أي مقاييس أو أي مجرز وبالتالي لا نستطيع أن ننشئ مؤشرات أداة أو كيبي آيز لأن لإنشاء مجرز أو مقاييس نرجع إلى منج الآن في الجدول تلاحظ وجود هذا الخط الفاصل في هذا المكان نستطيع أن نقوم بعمل معادلات مثل الإكسل وأي معادلة يتم تنفيذها بهذا المكان تسمى المجرز أو المقاييس الآن لو أردنا احتساب مجموع الأرباح لكافة العمليات نذهب إلى أي خلية فارغة أسفل الخط الأفقي ونكتب يساوي ثم نستدعي الدالة لصم من خلال كتابة صم هذه المعادلة ننقر عليها بالزر أيسر الماوس مرتين فيتم إدراجها عند إدراج المعادلة تلاحظ ثلقائيا ظهور أسماء كافة الأعمدة الخاصة بالجذاول الموجودة في نموذج البيانات أو الداتا موديل نختار من جدول المبيعات عمود الربح ننقر عليه بالزر الأيسر الماوس مرتين فيتم إدراجه الآن نغلق القوس ثم نضغط على انتر تلاحظ أنه تم احتساب مجموع الأرباح نغير الاسم بدل مجر واحد إلى إجمال الأرباح بهذا الشكل لن يمكننا تنسيق الرقم خلال وضع فاصل الآلاف ثم نقوم بإنقاص المنازل العشرية بهذا الشكل بالتالي قمنا باحتساب مجموع عمود الربح لو أردنا احتساب متوسط الربح لكل عملية يمكننا ذلك من خلال الذهاب إلى أي خلية فارغة أسفل الخط الوفقي ثم نستدعي الدالة أفرج خلال كتابة يساوي ثم أفرج هذه الدالة ننقر عليها بالزر الأيسر للماوس مرتين فيتم إدراجها من جدول المبيعات نختار عمود الربح ننقر عليه بالزر الأيسر للماوس مرتين فيتم إدراجه ثم نغلق القوس ثم نضغط على انتر تلاحظ ظهور متوسط الأرباح لكل عملية الآن نغير الاسم بدل مجر واحد نغيره إلى متوسط الربح لكل عملية ثم ننسق الرقم خلال وضع فاصل الآلاف ثم ننقص المنازل العشرية بهذا الشكل والتالي متوسط الربح لكل عملية هو 452 لأننا وردنا احتساب متوسط الربح لكل زبون نقوم في البداية بعمل عدد الزبائن وذلك من خلال الدالا كاونت A نكتب يساوي ثم كاونت A ننقر عليها بالزر الأيسر للماوس مرتين فيتم إدراجها الآن من جدول الزبائن نختار عمود اسم الزبون ثم نغلق القوس ونضغط على انتر نغير الاسم بدل مجر واحد نغيره إلى عدد الزبائن هذا الشكل عدد الزبائن هو عشرة تم معدهم من جدول الزبائن احتساب متوسط الربح لكل زبون نذهب إلى أي خلية فارغة ونقوم بعمل المعادلة التالية يساوي ثم نقسم إجمال الأرباح على عدد الزبائن ونضغط على انتر يظهر معنى متوسط الربح لكل زبون نغير الاسم إلى متوسط الربح لكل زبون في هذا الشكل وننسق الرقم ونزيل المنازل العشرية الآن تلاحظ في جدول المبيعات ووجود عمود تاريخ الطلب وتاريخ التسليم الآن لو وردنا احتساب مدة التسليم لكل عملية نقوم بالذهاب إلى آد كولوم ونضيف عمود جديد باسم مدة التسليم ثم نضغط على يساوي وننقص تاريخ التسليم من تاريخ الطلب ونضغط على انتر تلاحظ ظهور النتيجة ولكن تنسيقها تاريخ نحدد العمود ثم نذهب إلى علامة تبويب هوم ومن جموعة فورماتينج نذهب إلى داتا تايب ونختار ديسيمال نمبر ستظهر معنا النتيجة بالأرقام مثلا مدة التسليم لأول عملية هي 5 أيام العملية الثانية يوم العملية الثالثة 8 أيام لننغلق نافذة الداتا موديل أو نموذج البيانات ثم نذهب إلى علامة تبويب باور بيفيت ومجموعة كالكوليشنز نذهب إلى ميجرز ثم نختار مانيج ميجرز يظهر لنا نافذة مانيج ميجرز في هذا المكان ستجد كافة الميجرز أو المقاييس التي قمت بعملها إجمالي أرباح، عرض الزبائن، متوسط الربح لكل زبون، متوسط الربح لكل عملية أيضا يمكننا إضافة ميجرز جديد مثلا لو أردنا أن نعمل متوسط مدة التسليم لكل عملية من هذا المكان نختار اسم الجدول ومن هذا المكان نكتب اسم المقياس أو الميجر متوسط مدة في هذا المكان نضع الديسكريبشن أو الوصف في هذا المكان نضع المعادلة نكتب مثلا أفريج هذه هي الدالة ننقر عليها بالزر العيسر للموس مرتين فيتم إدراجها نفس الشيء تظهر معنا أسماء كافة الأعمدة نختار من جدول المبيعات مدة التسليم ثم نغلق القوس نذهب إلى كاتجوري نختار نوع النتيجة نختارها النامبر بدل بسيما النامبر نختار هول نمبر بدون خانات عشرية لأنه ضغطنا على تشيك فورميلا لتأكد من صحة المعادلة تظهر لنا النتيجة لأنه لا توجد أي أخطاء في المعادلة إلا نضغط على أوكي تلاحظ أنه تم إضافة مقياس جديد باسم متوسط مدة التسليم لا لو رجعنا إلى منج تلاحظ إضافة مجر جديد باسم متوسط مدة التسليم لا لو رجعنا إلى علامة تبويب بفت تيبل من مجموعة كالكوليشنز رجعنا إلى كيبي آيز واخترنا نيو كيبي آي تظهر لنا نافذة K-Performance Indicator كيبي آي لأنه نريد أن نعمل كيبي آي أو مؤشر قياس لإجمال الأرباح نذهب إلى كيبي آي بيز فيلد نقوم بفتح القامل المنسدلة تظهر معنا كافة المجرز أو المقاييس التي قمنا بعملها نختار إجمالي الأرباح الآن في هذا المكان Target Value نحدد Target Value نريد أن تكون إجمالي الأرباح لكل زبون نريد أن تكون 6000 Target الربح أو هدف الربح من كل زبون هو 6000 نختار 6000 بهذا الشكل الآن لو كانت الأرباح أقل من 4000 يكون اللون أحمر ولو كانت الأرباح أقل من 6000 سيظهر معنا لون أصفر ولو كانت إجمالي الأرباح أكثر من 6000 سيظهر معنا اللون الأخضر الآن نختار شكل الايكنز مثلا مثل إشارة المرور بهذا الشكل بهذا الشكل أو بهذا الشكل أو بهذا الشكل أو بهذا الشكل نختار الشكل الأول نضغط على OK تلاحظ ظهور عمود جديد باسم status ولكن بدون ألوان لأنه ذهبنا إلى جدول المبيعات تلاحظ فيها الأسفل وجود إجمالي الأرباح وبجواره رمز إشارة المرور لأنه قمنا بتوسيعه وذهبنا إلى status قمنا بإزالة علامة الصح من مربع الاختيار ثم قمنا بإرجاعه ستلاحظ ظهور الألوان في حال كان إجمالي الربح أقل من 4000 يظهر اللون الأحمر في حال كان إجمالي الربح للزبون أقل من 6000 وأكثر من 4000 يظهر اللون الأصفر وفي حال كما الوصول إلى الهدف يتم إظهار اللون الأخضر لأنه لوضعنا علامة الصح في مربع اختيار أو الهدف يظهر معنا التارجت الخاص بكل زبون كما تلاحظون الآن في جدول المبيعات تلاحظ وجود المقاييس التي قمنا بعملها قبل قليل متوسط الربح لكل عملية وعرض الزبائن متوسط الربح لكل زبون ومتوسط مدة التسليم يمكننا أن نستفيد منها في عمل الجداول المحورية لوضعنا علامة الصح في مربع اختيار متوسط مدة التسليم يظهر معنا متوسط مدة التسليم لكل زبون ويمكننا أن نضع متوسط الربح لكل عملية بيع لكل زبون بهذا الشكل مثلا حامل كمال متوسط الربح لكل عملياته 555 ورامي كريم متوسط جمال الربح 370 نقوم بإفراغ مربع الفاليوز من كافة القيم بهذا الشكل ونضع المالية الربح لكل زبون ثم نضع الستيطس أو الحالة الخاصة بالكي بي آي الآن لو وردنا إظهار البيانات من خلال الشكل البياني نضع مغشر الماوس داخل الجدول ثم نذهب إلى علامة تبويب Power Bifit Table Analysis من مجموعة التولز نذهب إلى Pivoted Chart تظهر لنا نافذة Inserted Chart نختار شكل الدائرة ثم نضغط على OK بهذا الشكل بذلك يظهر معنا مشاركة كل زبون من إجمالي الأرباح يمكننا أن نقوم بفرز الأرقام من الأسفل إلى الأعلى من خلال النقر بزر الأيمن للماوس على العمود ثم نختار Sort From Largest to Smallest بهذا الشكل ونقدرنا أن نضع Data Label أو الأرقام على الشكل أخيراً لو وضعنا مغشر الماوس داخل الجدول وذهبنا إلى Bifit Table Analyze مجموعة فلتر نذهب إلى Insert Slicer تظهر لنا نافذة Insert Slicer وتواحد ظهور الجداول الموجودة في Data Model في هذا المكان تظهر الجداول الفعالة وفي هذا المكان تظهر كافة الجداول الآن لو أردنا اختيار اسم المنتج مثلاً وضغطنا على OK تظهر لنا نافذة Slicer الآن من خلالها نستطيع أن نقوم بتصفيت وتحديد البيانات التي نريد مثلاً لو أردنا صنف الخزانة ونقرنا عليه تظهر لنا البيانات الخاصة بالخزانة لدينا أرباح من شركة الأكابر مثلاً قيمة 1610 من منتج الخزانة ومن كريم السيد ما قيمته 1710 من منتج الخزانة ونفس الشيء المنتج الثاني أو الثالث والرابع والخامس لو اخترنا أحد المنتجات ثم ضغطنا على Ctrl واخترنا منتج آخر يتم اختيار منتجين بنفس الوقت لو ضغطنا على Ctrl واخترنا منتج ثالث ورابع وهكذا أشكر لكم حسن استماعكم وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر